الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام الجداد والناس اللي تحقوا بهاد القناة ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملح اليوم بعد نحطوا هاد القبول خطير جدا زوين ومقبول وفيما مشيتي غادي تكوني مقبولة ويحنعلك قاع القلوب قاع القلوب يحنعلك ويبغيك وفيما مشيتي تكوني مزهارة ولكن تديرها بيقين وعدم الشك لادرتها وانتي شاكة بلا ما تديرها لأن الوصفات الربانية كلهم خير وبركة ان شاء الله البنات اللي تكونوا غير مقبولات وتتكون البنت ما مقبولاش فيما مشيت ما عنده زهر ما عنده سعد تتقول لك أنا فيما مشيت ما عرفتش معني ولكن الزهر ديل سيدربي ولكن ربيعطك الزهر ولكن العبد حيدولك إما ديرلك السحر المقابر بالصور فيما مشيت تكوني مبهدلة ووجهك حل ووجهك صفر ومخطوف لك اللون وتتقولي مليانية غير مقبولة لأن خسروا لك الصورة ديالك واعطوك طاقة سلبية ودخلاتك شياطين السحر إذن البنت اللي عندها مشاكل وعندها عندها إن شاء الله عندها توابع خاصة أنها تدير تجري على نفسها البنات اللي بغين يحيدوا إبطال السحر بالصور غادي تدخلوا للقناة إن شاء الله ديالي شفياء المغربية غادي إن شاء الله بحول الله تاخدوا الوصفة ديالحليب بالصور الوصفة ديالحليب دي ما تنصح بها لأنها توصخة صحراوية وهي نجحات مع عديد ديالناس أعطاتها الناس يعطوها لكل حبيب يعني الناس اللي عندهم المشاكل وعندهم السحر وعندهم مشاكل تديروها تنجيبوا الحليب أنا عودها لكم شفوية ولكن تما دخلوا لها إن شاء الله تاخدوا تاخدوا الحليب جوج كيسان كبار ديال الحليب تاخدوا حفنة العرعار حفنة الخزامة قطعة سكر الصور 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 ديال البنت اللي عندها مشكل عندها السحر إما عندها السحر مع شخص معين أو سحر له مع شخص وتفارقات وإما سحر له مع الأسرة ديالها تاخد الصور ديال أم ديالها وديالها وديالخوتها كاملين وتديرون فديك الحليب كل واحد بالوجه دياله تحت قليل من الفاصوخ الأبيض أم الأسود بعد ما حطينا حفنة حفنة ديال العرعار حفنة الخزامة قطعة السكر عندنا الحليب عندنا الفاصوخ تنديروا قنينة ماء الزهر قنينة ماء الزهر الزهر باش يكون عندكم هادية تكون تفوسخة وفي نفس الوقت قبول تفوسخة وفي نفس الوقت قبول إنها رائعة وأكثر من رائعة جابت ناجحة جابت جابت واحد نجاح كبير إذن حاولوا أنكم تديروها هي اللولة عدا تديروا هاد القبول اللي غادي تكون إما بحنة العروسة سكر المقاهي أو السكر اللي تجيبوه من عند العروسة إذا طلبتوا العرس يعطوكم السكر لأن عارفين لبنات تبعو السكر دي العروسة مشي دي العروسة ولكن دي العرس الحنة دي العروسة رات تعطي هدوك الصريرات دي الحنة حتى لما لقيتش الحنة دي العروسة غادي نمشي عند بائع بائع الحنة اللي تكمسوها دي العرسات شريتها تحلم المرة كفائل الخير لكل بنت بغا تزوج تنخدوها بعاشر دراهم الطمر اللي تيصوب باش يديه اللي عروسة الطمر اللي تيديه اللي عروسة راتهو تيجهزوه تعمروه باللوز يعمروه بالقرقاء ولكن خودي الطمرة من عنده يقول لي بغي الطمرة تيعطيوها في سبيل الله تيعطيوها هذا حنة العروسة والطمر دي العروسة والسكر إما دي المقاهي وإما دي العرس إذن غادي إن شاء الله على أسس بغيت قبولي وبغيت نطرد النحس أول حاجة ديروا التفوسيخة ديال الحليب باش تفوسخوه القديم وجديد ما غاديش نشرح لكم كل شي غادي يجي الفيديو طويل ولكن دخلوا التفوسيخة ديال الصور بالحليب راح أطي كتر من ربع ربعات المرات كتر من ربعات المرات حطيتها إذن خدوا من اللولة وللتانية وللتالتة نفس الطريقة إذن آآ غادي ناخدوا على بركة الله ناخدوا هات طمرة مع الحنة مع السكر آآ غادي إن شاء الله نديروا بحالك بحالكوين نحطو الطمرة وغادي ندير السكر غادي ندير السكر حالكوين مع الحنة غادي نعمر الطمرة ديالي غادي نعمر الطمرة ديالي النوا غادي نتبخر به والسكر والحنة غادي نعمر بها هات غادي نعمر بها هاد هاد طميرة ديال العرس الحنة اللي غادي نهز ديال العروسة حنة العروسة تتكون فأل ديال خير فأل ديال خير غادي نقرع لها الفاتحة مرة واحدة وغادي نقرأ لها يا فتاح يا فتاح سبع مرات غادي نقرأ يا جبار يا جبار يا جبار سبع مرات وغادي ندير يا جبار أجبر بخاطري بغيتي زواج بغيتي عمل أجبر بخاطري في عمل أو أجبر خاطري في زواج أو أجبر خاطري مع شخص معين أو أجبر خاطري مع أولاد آدم أولاد حواء غادي ان شاء الله نهز هذا الباب دي منيوم وغادي نهزهاك وغادي نهزهاك بعد ما غادي نرشها بالريحة غادي نرشها بالريحة حمك وغادي نقرع لها وزيمناها للناظرين سبع مرات وغادي نجمعها الطميره وغادي ان شاء الله اللوحة في المحفظة ديالي او الساك ديالي او و اي حاجة. هذي نخض فيها الضمرة. اما الحناء هذي ناخد مبخرة. و هذي ان شاء الله نجمع كل شيء. بعد ما هذي نقرأ لها سورة الرحمن. هذي نقرأ لها سورة الرحمن. و هذي ناخد مبخرة. ناخد المبخرة نحط فيها الفحم. و هذي ان شاء الله نجمع هاذ هذي تجمعوها. ام اذي هذي تجمعوها. دروي اما زيف اخضر و belazi fa العاو و دروها في حمالة الصدر أو في الشنطة ديها ديروها في الشنطة أما السكر اللي وضعنا إما دي العرس إما دي المقاهي غادي إن شاء الله بحول الله وقواته غادي ندير لها بعد ما قرأت عليها صورة الرحمن صورة الرحمن عروسة القرآن اللهم جعلني عروسة بحقي صورة الرحمن أنت جعلني عروسة وأن تطهرني من التوابع وأن تطهرني من التوابع وأن تبطل عني جميع التوابع إن كان سحر أو عمل أو عمل معمول اللهم ابطله عني هاد صورة الرحمن مع الحنى مع السكر مع النواة دي القمرة وغادي نجمع كل شيء وغادي نقول بسم الله إما نتبخر بها يوم السبت أو يوم الجمعة أو يوم الخميس وغادي إن شاء الله نديرها في هاكا في المبخرة وغادي نلبس أي لبسة تكون بيضاء وغادي إن شاء الله آآ الرشها بالريحة الرشة في الدية الرش آآ الصريرة في الدية بحلكة عادة نحطها في الحلكة رشها بحلكة المللها وغادي إن شاء الله نتبخر بها نتبخر بها في الغرفة ديالي باش نترد النحس اللي عندي وانطرد أي حاجة تابعة اللي عندي مغفلية سادي إذن هاد هاد الحنة ديال العروسة والطمرة ديال العروسة رائعة غادي نهزم عيات طميرة وغادي إن شاء الله بيحاول الله آآ نتبخر ونحل شعري ونتباء الخير ونتمنى أشنو بغيت إن شاء الله إذن أحبابي هاد الصغار زوينة حاولوا غير تديرها وانتما متفائلين آآ إن شاء الله ولكن ديروا تفوسخة ديال الحليب رائعة بإذن الله إذن أحبابي مبقى اليمن قل لكم خلوا لايك دعموا القناة بعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة